مرحباً أحباتي الكرام أهلاً وسهلاً بكم في الترس الواحد والستين كلمتي اليوم هي كلمة authority كلمة مهمة جداً سوف نتعلم استخدام هذه الكلمة ومراضفاتها في دقيقتين فقط الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة حوالي 20 كلمة جديدة لذا ركز معي جيداً الآن get ready اجهز write all the phrases so you need a notebook and a pencil just two minutes تركز معي لمدة دقيقتين لتحفظ repeat after me five times aloudly كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح من أول مرة أما الآن اضغط على اعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على الدروس الجديدة أما دروس السابقة بإمكانك الحصول عليها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف authority authority تأتي بمعنى سلطة نفوذ حكم قوة أو قسم وأكثر استخدام تأتي بمعنى سلطة أو حكم نأخذ المثال الأول I want I want to speak to a person in authority I want to speak to a person in authority نقرأها معا أنا وأنت I want to speak to a person in authority أريد التحدث إلى شخص في السلطة نعم I want to speak to a person in authority كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد المثال الآخر she wasn't used she wasn't used to dealing she wasn't used to dealing with authority لم تكن معتادة على التعامل مع السلطة she wasn't used to dealing with authority مرادفات كلمة authority power power سلطة force قوة judgment حكم section قسم كما مرت علينا في الدروس السابقة أيضا إذن كلمة authority كلمة مهمة جدا حاول الآن أن تكون جملة مستخدمة فيها كلمة authority authority اكتب المثال أسفل هذا الفيديو حتى تشارك هذه المعلومات مع الآخرين وإذا صعب عليك ارجع إلى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل وراجعها بشكل جيد شكرا لك على المتابعة وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله